سوف نتطرق للمقابلية التي اجريناها مع الإعلام اللبناني تمام البلاد بداية قلنا له يا تمام سوف نعطيك وردة حمراء وخبرنا هذه الوردة التي ستهديها أنا أعطي مرتي وأمي بصراحة لكي لا أكذب عليك هم أبدا من كل الناس وهل معقول يعتذر من حدا بهذا النهار ويقدم له وردة؟ الحمد لله لن نغل طعم من حدا وليس أعتذر من بني آدم ومن بعد ما اضطرقنا مع تمام لموضوع الورد الحمراء فقلنا هنا ندخل بصلب الموضوع ونسأله عن الهجوم الذي يتعرض له من خلال برنامج مع تمام إذن ليله أنه دائما الشجرة المصفرة ترشك بالحجارة فبرأيكم كيف علاق هذا الأمر؟ هذه مضبوطة للك مرسي مرسي لأقالي كل من يحضرونا بدأيقول أنه كتر خير الله كل ما ربنا موجود معنا نحنا من كمين عادي وتابعنا بحديثنا مع تمام بلاء والليلو طب في أشخاص بيقولوا أنه أنت بتحب تجيب ضيفك لتبكي وتستفزه فبرأيكم شو قال؟ طب شو بدي جاوب يعني يعني بمحل معي تجي بتقولوا أنه أنا أنا عم بكي الضيف أنا عم بأز الضيف برجع بسأل كل الإعلاميين عطوني محل أنا أزاد ضيف ما بيكون عندهم جواب من أيام بلاء تشفير لليوم بللون شو بكي الضيف يعني لما أسأل إياه يجي حدا يسألني عن باية أو عن أمة طب ما بتحسي ما عندك إنسانية ما عندك شعور فأنا فابيان هول صارت صاروا من الماضي يعني أنا اليوم ما بقس معهم والله بدأقول مبروك لكل حدا بيقلدني وأنا إيلا يمكن مرتين صارت مدرسة أمراء للإعلاميين الكبار وقاطعني لتمامه وقلني له طب شو بترد على الأشخاص يليك يعتبروا أنه أنت اليوم بطلت إعلامي بل صرت قادر نيالي هيدا أحلى شيء الداعم يتعبوا ليأخذوا هاي شهادة شهادة الكضاء أول شيء قالوا أنا بعمل علم نفس بحكي مع ضيوفي بطريقة نفسية كتير من يحصلنا خلصنا منها بدي أقول لك شيء لما الكبار يحكوا فيكي الفرافير ما بقلوا نوجود ومن بعد بسمعنا كلماته فقلنا له تمروجة نظرك من هو اللي بنافسك على الساحة والله العظيم أنت حرة تصدق حرة ما بصدق أنا بتطلع بكل شخص ناجح أما أتطلع مين بنافسني بكون أكوني أكيدا ما كنت وصلت أنا بتطلع وين شو لازم أعمل بعد لأنجح أكتر يعني بقعد بيشتغل على حالة بيشتغل على برنامجة ما بقعد بفكر يعني برجع بقول في شو مرة بالإعلام سمعوني أنا عم بنتقد بني آدم ولا مرة تعرف ليه لأنه أنا عندي ثقة بحالي وبقال له النصيحة مني لا تكملوا وتستمروا لا الله يوفقكم ما بقى تستغيبوا وتحكوا عن الناس وتنتقدوا الناس طالع نازل بس لا تجيبوا انتو رايتنج بجلساتكم ليس على التليفزيون لأنه على التليفزيون ما بتسترجو جيبوا سيرتون وقاطعنا له تمام بلاء من جديد وقالنا له يعني اللي بيسمعه بيقول أنه أنت قلبك مليان من الأشخاص اللي عم بيضطرقوا لإسمك والجلسات الخاصة فبرعيكم شو قال تمام بلاء اسم موجود وين مكان يعني مثل هيدا هلأ بتزعج كتير عالم وحياتك موجود وين مكان يعني وأنا أخذها بكل بساطة وبمحبة بقلهم مبروك بوليك الله يوفق الكل بوليك ما بدا القصة هلقدي يعني هلقدي عم بدا لكم محمؤين بكل حلقة بطلع فيها مستفزين يحاو بعد نتمايك سبور جايلي عندك اليوم عايش ع طبيعتي عايش ع حريتي عايشوا حريتكن اظهروا من التصنع تبعكن اظهروا من التزيف تبعكن التزلف تبعكن اظهروا من الكذبة انتو برات الشاشة شي وعا الشاشة شي عم بحكي عم بعض الاشخاص وهنا عارفين عمين عم بحكي اظهروا اظهروا عيشوا عيشوا حياتكن الشاشة عاملتكن عالم يمكن اوكي بس اظهروا شوفوا قبل شو كنتو بجاي الدور تجع تعدوا ببيتكن انا هيك بفكر دايما الدولاب يبرم وتبعنا بحديثنا مع تمام بلاي وانالو منلاحظ دايما انه الاعلاميين بس ينجموا بصير في عندهم موضة لأعمال يعني ما فيك تحكيون دايرت وحتى ما فيك تاخد منهم الموعات لانه لازم ترجعوا للشخص يلي اختاروه حتى يحدد لكم على الاجاندا ولكن هيدا الامر ما بيصير مع تمام اذ مجرد ما تتصل فيه بيرد وبتاخد الامر يلي بتريده منه فبرايكم شو قال انت فيه احلى من هيك تب جاوبيني تب شو بدك قللك قالوا يعني هلا بقدر اعطي البنت صبية اللي ردي قلليلا قلليلا متل واحدة بعرفها بتشتغل بالاعلام بالتليفزيون ما بدي احكي قلليلا انه تماما انه فاضي عنده ضغط كتير تصوير شو هالكزبة هاي انا متلي متلك فابيان انا متلي متلك متل اي صحافة متل اي مصور انا اليوم نهار اللي بدي فكر حالي شي يا حبيبتي ويا حبيب العالم عارفينك عارفينك جوه عارفينك بره بما انه عم نحكي عن موضوع التليفونات فقلناله لتمام هل عم بيتلقى تهديدات بالقاوينة الاخيرة بتاعي بدك قريكي هون اذا بقريكي هلا نحزل افرجيكي حنجاد مش عم بمزح اذا بقريكي هلا كام تهديد بس برافيش وبعملها بلقعد فتشتليكي علي هون اذا بدي قعد فتشتليك علي هون والله العظيم ولا بتأثر برجع بقلك وبعدني بقولها من ايام بلد شفيق الله معي واهلي راضيين عني انتهى يعني منفهم منك يا تمام انه حياتك معرضة للخطر اذا وشو في خصوص عائلتك هل حطتهم بديجار ليحمون اهلي بحمى رب العالمين انا اؤمن برب العالمين امان واعملوا اللي بدهم اياه الليلو لتمام انت اعلامي مخدرم على الساحة فشو رأيك بالبرامج اللي عم تنعرض هذه الايام اذا عم نشوف كل واحدة عندها مين ينتج له عم تطلع و هتكون عندها برنامجها الخاص فبراييكون شو قال بهذا الامر او بتطلع ببلاشي بتشتغل او بيطلع ببلاشي بيشتغل او شي بيقلك شي صحتان على قلب كل بني ادم حابب يطلع على التليفزيون عن جد مش عم بمزح ما حدا بياخد محل التاني وحياتكن وجربوا غيرهم ما زبطت معهم هلا اذا بيجينا شي صاب صغير بيدير برنامج عم بيدير موزيعة او عم بيدير موزيع فكروا يعمل بتعمل وقت حلقة اثنين ثلاثة بعدين باي باي يا بابا انتهى الموضوع تكلع الله ويعملوا لك انا والله بزقف للكل سميلي كلهم كلهم بحضرهم تبهي بحضرهم بحضرهم بيلك يكونك الزيب اذا بلك ما بحضرهم بيعجبوني ولا بيعجبوني هيدا شي خاص فيي انا لانه مش انا مني كل العالم انا واحد من هيدا العالم انا هيك ما حب هيدا البروغرام بس في مليون واحد بحب لهيدا البروغرام فخففوا لسناتهم وخلص يشتغلوا يشتغلوا على حالهم شو بدهم بتمام فبس ويعملوا برامج عد ما بدهم وحياتي ومبعد بس فعنا كلاموا لتمام بلايه لنالوا تبهوض البرامج اللي عم تحكي عنهم ببعض الاحيان عم بيطلعوا ترند على تويتر فبراعيكم شو عار انت بتعفق ما هو مش هم يعفروا عالم انه هو براجراف صغيرة على اليوتيوب بنزدوه بياخد ترند أما عندها تطلعي على الشيشة بتلاقي ما في رايتنج فكمان برافو بش ما بلوهم أنا المزيع ما بلوهم حالي أنا بلوهم اللي عم بيدوروني يعني اللي عم بيديروا هاي بهاي دول البرامج قولك صحتان على قلبه كيف أنت ماشي اليوم أنت اليوم كيف ماشي عن جد مش عم بمزح أنا كذا صحافي طلب مقابل اليوم أنا بدي فابيان لأنه أنا بوسق بفابيان طيب قال مش يعني يدريك ما بحبهم بيعشقهم بس أنت عندك شي خاص عندي فأنا بعطيكي هيدا لك فاليوم يعاملوا لك الساحة بتساعد كل وحياة الله بتساعد كله وأنا مع الكل يطلع أنا بزقف لكل الإعلاميين بدك أكتر مني هلأ بزقف لهم قدامك واحد واحد بس بطلب واحد ليه مزعوش مني يحل عني يعني ما ضرورة تعبي صفحات الفيسبوك ولا تلتك بالأعداد الخاصة ولا تلتك بالأعداد الخاصة هولي كلهم ما بينفقواك هولي عمي يعني قعد معك أو من قعد معك عمي يرجع يخبروني إياهون ماكون زكي شوي صغيري فأنا الحمد لله عملت كاركتير وعملت كيان لبرنامج وعملت اسم لحالي والحمد لله الحمد لله اليوم برنامجة هو الرقم الصعب وحبينا نستفزوا شوي لتمام بلاء فعلنا له عادة حتى يشوفوا مقدار نجومية الإعلامي بيتطلعوا قد عم ينعرض عليه فرص تقديم برامج خارج البلد فكيف علق على هيدا الأمر مية بالمية بس أنت بتعرفي شو انطلبت وشو ما انطلبت طب ها إيدي هي أنا اليوم في نحط لك هلأ بعد من ساعتين إجاني عرض على محطة إيكس عم تحكي مية بالمية صاح بس أنا ماني كزاب مثل غيري قاعد بالبيت جابوني غيرولي شكلي وطلعوني على التلفزيون عمولي برنامج وعمعم بقبض ولا ليرة أنا سعري غالي يعني من بعد هيدا التعب اللي عملته ما في يروح كيف مكان تاني شي الأهم من هول أنا بهمني إعلامي عندي عائلتي عندي مرتدي ولادي هولي بفكر فيهم وأمي أبدا من أي شيء بعد اليوم تلفزيونات أو غير تلفزيونات لحد نص التلفزيونات اليوم ما ماشي نص الإعلاميين قاعدين ببيوتهم طيب وأنا بعدني مستمر كتر خير الله ويمكن بعد جمعتين تلات لعيني وقفت ما حدا اللي بيعرف ربنا الوحيد اللي بيعرف وبختم حديث سماعوا لطمام لي أكيد حب يوجه رسالة لجمهور العراق عنجد من أكتر الأشخاص اللي هني أو من الأشخاص اللي أنا عنجد لما أرى الكومنتات تابعولون كون كتير فخور فيهم هني الأصدقائي بالعراق ما بدي ساميهم لمتابعين ولا الفانزات ولا كل هولي كتير كلام حلو يعني من يومين تلاتي إجاني كومنت من العراق مش عم بيمزح معك يدمعوا عيوني فيها أقوى وأهم وأحلى بكتير بمع تمام هالمرة مش رايحة محل تاني مع تمام بس بغير روك موسيقى